في إطار جولته الأسيوية الماراتونية الهادفة إلى تعزيز تحالفات بلاده وشراكاتها أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع الويد أوستن ونظيريهم اليابانيين محادثات رفعة المستوى عنوانها ردع النفوذ الصيني بمنطقة شرق آسيا المحادثات الربعية عبر من خلالها الأطراف على اعتراضاتهم القوية على ما أسموها مطالب الصين البحرية غير القانونية وعسكرتها للمواقع التي سيطرت عليها والتهديدات والأنشطة الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي ما زلنا نرى أن جمهورية الصين الشعبية ماضية في سلوكها عبر محاولة تغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي والجنوبي حول تايوان وفي جميع أنحاء المنطقة لقد قمنا أيضا بدق نقوص الخطر بخصوص البرنامج النووي لكوريا الشمالية وخطاباتها المتهورة وتعاونها العميق مع روسيا إن كل هذا يهدد بشكل كبير الأمن والسلم في المنطقة وفي بيان مشترك قال الجانبان الأمريكي والياباني إن تحركات الصين المزعزعة للاستقرار في هذه المنطقة تشمل مواجهات غير آمنة في البحر والجو وجهودا لعرقلة استغلال موارد البلدان الأخرى في البحر إضافة إلى الاستخدام الخطير لخفر السواحل وسفن الميليشيات البحرية كما اتهم الصين بتكثيف محاولات تغيير الوضع القائم من جانب أحادي بالقوة أو عبر الإكراه في بحر الصين الشرقي مشيرين إلى أن سياسة الصين الخارجية تسعى لإعادة تشكيل النظام العالمي من أجل مصلحتها الخاصة على حساب باقي البلدان البيان لفت أيضا وبقلق كبير إلى التعاون العسكري الاستراتيجي الروسي المتزايد مع الصين والذي تمظهر من خلال عمليات مشتركة ومناورات قرب اليابان اشتركوا في القناة